في حدث غير مسبوك ترامب وابايدن يشاركاني في ندوتين تلفزيونيتين منفصلتين وفي الوقت نفسه وقبل سبيع من الانتخابات الامريكية أرقام قياسية في التصويت المبكر في ظل المخاوف من جائحة كورونا قنبيو ينتقد تورط تركيا في نزاع قرباق ويجدد دعوة الى احترام الهدنة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع العاشرة ليلا بتوقيت جراناتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلا بكم في حدث غير مسبوك في التاريخ الامريكي يرد المرشحان لرئاسة الامريكية الجمهوري دونالد ترامب ومنافس الديمقراطي جو بايدن على أسئلة الناخبين مباشرة وفي نفس الوقت وكل منهما على محطة تلفزيونية مختلفة وذلك بعد إلغاء مناظرة بينهما كانت مقررة اليوم ويواجه رئيس ترامب الناخبين على مدى الساعة في فلوريدا على محطة MBC فيما يطل بايدن من ولاية بنسلفانيا على شبكة EBC في الوقت ذاته وتعتبر فلوريدا وبنسلفانيا حاسمتين للانتخابات الامريكية التي تجرى في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا وتقدم المرشحين في السن لكل مرشح في سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية خطة تديرها حملته الانتخابية وجرت العادة على التركيز باتجاه الولايات المتأرجحة التي تتساوى فيها تقريبا فرص الجمهوريين والديمقراطيين بالنسب دعم متقاربة ويكثف مرشح الحزبين جولاتهما في هذه الولايات طمعا في قلب موازين التصويت حتى اخر لحظة قبل موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر واستأنف الرئيس الامريكي دونالد ترامب جولاته الانتخابية بعد مغادرته المستشفى بزيارته في لوريدا التي تملك تسعة وعشرين صوتا في المجمع الانتخابي وهو رقم قد يغير معادلة الانتخابات بالكامل في حال الضفر به واتجه المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى ولاية بنسلفانيا التي تملك عشرين صوتا في المجمع الانتخابي ولها تاريخ فعلي في تغيير مسار الانتخابات وتعتبر الولايات المتأرجحة مسرح التنافس الحقيقي بين المرشحين وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنها لقنت مسؤولي الحملات الانتخابية درسا قاسيا في انتخابات عام 2016 عندما حسمت الفوز لصالح الجمهوري دونالد ترامب ورغم اختصار التنافس على كرسي الرئاسة بين الجمهوريين والديمقراطيين فإن مرشحين مستقلين ما زالوا يخوضون غمار السباق الرئاسي وتجاوز عددهم 1200 مرشح وهم يراهنون على احتمال تغيير رأي الناخب الأمريكي تجاه مرشحي قطبي السياسة في البلاد وتسويق أنفسهم على أنهم لم يسعوا إلى أغلبية حزبية لإيجاد منصة لهم قالت الحملة الرئاسية لجو بايدن أن كاملة هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب رئيس ستعلق تنقلاتها حتى الأحد بعد اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في محيطها وقالت حملة المرشح الديمقراطي في بيان بدافع الحرص الشديد والتزام فريق الحملة بأعلى مستويات الوقاية أنه تقرر إلغاء كل رحلات هاريس المقررة حتى الثامن عشر من أكتوبر لكن البيان أكد سلامة بايدن من الإصابة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مرسلنا من واشنطن مرسلنا في البيت الأبيض هشام برار أهلا ومرحبا بك هشام كيف ستتعامل القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام مع تزامن هذين اللقاء للإشارة فقط اللقاءين حصريين بالنسبة للرئيس الأمريكي مع NBC وبنسبة لجو بايدن المنافس الديمقراطي للرئيس الأمريكي على الرئاسة على ABC ستكون طبعا حصرية لهذه المحطة طبعا هناك الكثير من الارتباك لسيما أن NBC التي قررت برمجت هذا الحوار المفتوح مع الرئيس الأمريكي بعد أن اتفق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن مع ABC عندما اعتدى الرئيس الأمريكي عن المشاركة في مناظرة افتراضية كان يفترض أن تجري اليوم فبالتالي NBC اختارت نفس الوقت ووجهت اليوم الكثير من الانتقادات أكثر من مئة مخرج تلفزيوني ومنتج وممثلين أيضا يعملون مع NBC وهي شركة من كبريات الشركات في الولايات المتحدة التي تنتج الأفلام والبرامج التلفزيونية هنا انتقدوها لهذه الخطوة وبعت رسالة لمديرها جيف شيل يقولون بأنه لماذا سمح بهذا التوقيت نفس التوقيت الذي منح الرئيس الأمريكي على محطة منافسة فبالتالي لا يسمح ذلك للمشاهد الأمريكي للناخب الأمريكي لمتابعة المرشحين والاستماع إليهم في نفس الوقت نشير فقط إلى أن الرئيس الأمريكي سيشارك على مدى الساعة على NBC جو بايدن على مدى ساعة ونصف على ABC فبالتالي هناك نصف ساعة ربما ستحول فيها مشاهدوا الرئيس ترامب إلى مرشحة ديمقراطي جو بايدن هشام ملفات كثيرة في المناظر الأولى ما بين المرشحين للرئاسة وكذلك في ملفات النائبين فما الذي ستناقشه هذه اللقاءات اليوم نشير فقط إلى كيف تم ترتيب هذه الأسئلة هذه الأسئلة على مستوى الرئيس الأمريكي NBC سيواجه في استوديوهات NBC بمدينة مايامي بولاية فلوريدا ستين ناخبا ممن يميلون له ومن يميلون إلى منافسه الديمقراطي وبعض المترددين أيضا سيطرحون هذه الأسئلة هذه الأسئلة حددت من قبل الناخبين أنفسهم تم انتقاؤهم تقول NBC عبر شركة خارج طرف ثالث لا تنتمي إلى معسكر أو حملة رئيس ترامب ولا لها علاقة بالNBC بنسبة لجو بايدن سيواجه 21 ناخبا أيضا في فلاديلفيا بولاية بنسلفينيا هذا في مركز الدستور هناك حيث تستضيف ABC هذا اللقاء المفتوح الأسئلة أيضا ستطرح بشكل مباشر من الناخبين سيديرها الموديع الأمريكي جورد ستيفانوبلس بالنسبة لNBC سيديرها سيفانا جاتري الرئيس الأمريكي من جانبيه قبل هذا اللقاء المفتوح هذا البرنامج التلفزيوني انتقد NBC وقال بأنه يتوجه إلى كمين وطبعا لا توجد ثقة لديه في NBC التي يصنفها ضمن الإعلام الزائف ويقول أنها مجحفة ومنحزة في حقه طبعا بالنسبة للمرشحين لأسيما لرئيس ترامب الذي يعاني من بعض التراجع في الولايات التي فاز بها في العام 2016 هذه فرصة مهمة بالنسبة إليه ولا توجد الكثير من هذه الفرص متبقية في هذه النفيدة الضيقة قبل يوم الاقتراع 19 يوما فقط قبل يوم الاقتراع أن يواجه ملايين الناخبين في ساعة الذروة فعليه أن يغتنم هذه الفرصة لذلك يريد استدراك تضيع طبعا لفرصة المناظرة التليفزيونية بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد أن شفية منها ثم اتقدت اللجنة القرار بأنها ألغت أصلا هذه المناظرة بالنسبة لجو بايدن يقول معسكر جو بايدن بأن جو بايدن لديه التجربة كبيرة في جعل أو خلق ارتباط شخصي وتواصل مع الناخبين بشكل شخصي يعني أنه يحكي قصصه ومعاناته عندما كان إنسانا عاديا قبل أن يلتحق بمجلس الشيوخ وبالكونغرس الأمريكي أو يصبح نائبا للرئيس لكن لا شك هي فرصة مهمة للمرشحين لحسم الاختيار بالنسبة للمناخبين في فترة بدأ التضييق والعد العكسي يتسارع نحو الثالث من نوفمبر حيشان بشكل سريع أشرت إلى مسألة إصابة الرئيس قبل أسبوعين والآن هناك خبر عن إصابة في محيط إصابتين في محيط كامال هارس ما الإجراءات التي اتخذت في اللقاءين بالنسبة لكامال هارس الإصابة فقط المهمة هي أن مدير التواصل في الحملة هو من أصيب وأيضا أصيب أيضا شخص على منطقم الطائرة التي تقلها من ولاية إلى أخرى طبعا هذه الإصابات تقول حملة جو بايدن المنافس لرئيس الأمريكي على الرئاسة تقول بأنها لم تمس المرشح بأي شكل من الأشكال وأنه لم يخالط المصابين وأن كامال هارس نفسها التي علقت جولاتها إلى يوم الأحد على سبيل الاحتياط فقط اليوم ستظهر بدورها على شبكة سينن في لقاء مباشرة بعد الحوار المفتوح لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وبالتالي هذه النشاطات تستمر بشكل افتراضي ولا يوجد يقول أي مخاوف بالنسبة للمرشح الديموقراطي جو بايدن تقول جين أومالي ديلن وهي رئيسة حملة جو بايدن من البيت الأبيض مرسلنا هشام برار شكرا جزيلا لك وللمزيد من النقاش أيضا تنضم إلينا عبر خدمة سكايب من فيرجينيا المحللة السياسية والأستاذة في جامعة جورج ميسون جينيفر فيكتور أهلا ومرحبا بك معنا جينيفر هذه اللقاءات إلى أي مدى ستعود هذه الانتقادات التي جرت خلال الفترة الماضية على الأداء في المنظرتين مثير للإهتمام لأنه لم تكن هناك حالة مثل هذه حيث المناظرة ألغيت في آخر لحظة لسبب ما والمرشحان انتهى بهم المطاف مع حملتهما وفي نفس الليلة لا نعرف بالضبط ما هو التأثير أحيانا نعتقد أن المناظرة هي فرصة للناخبين كي يروا المرشحين يتفاعلان مع بعضهما البعض ويقرر عندها لمن سيصوتون في هذه الحالة على الناخبين أن يختاروا أي من المرشحين ويمكن أن يشاهد جانب من اللقاء التلفزيوني ثم يحول إلى المرشح الآخر معظم الناس قرروا بالفعل من سينتخبون وطبيعي بالنسبة لديمقراطيين أن يشاهدوا بايدن والجمهوريون أن يشاهدوا ترامب ولكن بعض الذين لم يقرروا بعد ربما يقرروا مشاهدة هذا أو ذاك والبعض قد يشاهد مناظرة الرجل الذي لن ينتخبوه لمعرفة ما سيقول ولكن هذه المناسبة لا أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير كمحللة سياسية كيف تنظرين إلى الأدوات التي استخدمتها الحملتان خلال الأيام الماضية لتعويض مسألة اللقاءات المباشرة ما بين المرشحين وكذلك مع الجمهور الحملات تتم بشكل مختلف حملة ترامب تتصرف وكأنه لا توجد جائحة في البلاد هناك حشود انتخابية ولا يتطلب من الناس ارتداء كمامات ولا يوجد تباعد اجتماعي ومن الواضح أن هذا ينتهك الإرشادات الطبية المتعلقة بالجائحة وبالتالي هذه الاستراتيجية استراتيجية حملة ترامب تنسجم مع الرسالة التي يطلقونها بشأن الحملة بشأن الجائحة وهم يستخفون من تأثير الجائحة على الناس أما حملة بايدن فهي العكس هم يريدون من كل واحد في أمريكا أن يلوم حملة ترامب ويفعلون كل ما يستطيعون لاتباع الإرشادات الطبية ويفعلوا عكس ما تفعله حملة ترامب كمالا هاريس اليوم المرشحة لمنصب نائب الرئيس جمدت حملتها نتيجة لوجود حالتين من الإصابات وبالتالي استراتيجية الديمقراطي المختلفة وهذا ما تتوقعه في جو مشحون وفيه استقطاب أشرت إلى مسألة أن قطاع كبير من المصوتين إما قرر أو صوت بالفعل كيف يؤثر هذا على خطاب الحملتين في هذه اللحظة هل يكلم كل منه مع جمهوره ويزيد هذا من حدة الاستقطاب ما بين الجانبين ليس بالضرورة هناك شيئان تحاول الحملات الانتخابية عملها الآن التأكد من أن الداعمين لهم لديهم الحافز للتوجه إلى صندوق الاقتراع أما الذين يميلون لهذا المرشح أو ذاك إذا فقدوا الحافز للانتخاب أو التصويت فهذا سيشكل مشكلة كل مرشح يريد أن يحتفظ بمؤيديه هناك حوالي 17 مليون أمريكي صوتوا بالفعل وهناك مشروع يستضيف البروفيسور مكدونالد في فلوريدا أظهر أن عدد كبير من الأمريكيين سيصوتون في الانتخابات أو صوتوا بالفعل أيضا هناك اهتمام في الوصول إلى الناخبين الذين لم يقرروا بعد ربما يميلون لهذا المرشح أو ذاك ولكن لم يتخذوا القرار النهائي بعد الحملات تريد الوصول إلى هؤلاء واجتذابهم أعتقد أن ما يمكن أن نتوقعه من المرشحين الليلة هو أن كل واحد سيحاول أن ينتهز الفرصة فالمسرح كبير والجمهور التلفزيوني كبير وإذا المرشح شعر أنه انتقد من جانب خصمه في أي موضوع فهذه هي اللحظة التي سيحاول فيها الرد على الخصم إذا ترامب اتهم بايدن بأنه بطيء أو لا يفهم ما يجري عندها نتوقع من بايدن أن يرد على ذلك وأن يكون متعمداً في إجاباته ومتمهلاً حملة بايدن تتهم حملة ترامب بأنها متهورة وغير مسؤولة وبالتالي نتوقع من حملة ترامب أن تواجه عن طريق إرسال الرسائل سوف نرى ما سيحدث أشياء تاريخية كثيرة وغير مسبوقة تصاحب هذه الانتخابات لكن تبقى مسألة تصويت فئة الشباب كيف تنظرين إليها وإلى أي مدى من الممكن أن تتغير في هذه الانتخابات هذا شيء مجهول الآن في أمريكا الناخبون ما بين 18 و 25 لا ينتخبون بشكل منتظم هم يصوتون بأقل نسب مئوية في الانتخابات النصفية في 2018 رأينا زيادة في عدد الناخبين من هذه الشريحة العمرية سوف نرى كيف يترجم هذا الحماس الذي بدأ في 2018 سوف نرى زيادة ومشاركة أكبر من جانب الشبان والبيانات تقول أنهم يميلون للتصويت إلى بايدن وليس ترامب مرة أخرى علينا أن ننتظر ونرى النتائج ونقوم بتحليلها حتى لو صوت الشبان بأعداد كبيرة بالمقارنة مع 2016 فمحتمل جدا أن يصوتوا بنسب أقل من تصويت الأكبر عمرا وسائل التواصل الاجتماعي كانت موجودة في الانتخابات السابقة لكن الآن كيف تنظرين إلى دورها في هذه الانتخابات غير المسبوق لقد أصبحت هذه مثار جدل في أمريكا وسائل التواصل تتعرض لانتقاد كبير بعد انتخابات 2016 للدور الذي لعبته في السماح للمعلومات المضللة أن تنتشر وبالتالي هم يقضين الآن بالنسبة لحماية حرية التعبير والسماح للسوق الحر أن يمارس أنشطته على الرغم أنه كان هناك تردد في ممارسة هذه الأنشطة كان هناك انتقادات بعد 2016 ولكن في آخر أيام انتخابات 2020 نرى وسائل التواصل تتخذ خيارات أخرى في محاولة لكبح المعلومات المضللة هناك انتقاد لفيسبوك وتويتر لأنها تزيل معلومات أيضا بعض القصص تم حذفها بدون أي دليل أن هناك نشر للمؤامرة أو معلومات مضللة ثم هناك ادعاءات من الجمهوريين أن هذه ربما ليست مضللة وأن هناك انتهاك لحرية التعبير التعديل الأول على الدستور لا ينطبق فقط على قيود الحكومة على حرية التعبير وإنما أيضا ينطبق على تقييد الشركات الخاصة لحرية التعبير تويتر وفيسبوك وشركات أخرى لديها استراتيجياتها وقواعدها بشأن من يشارك وكيف لا أحد لديه الحق في أن ينشر ما يريد في وسائل التواصل الاجتماعي جونيفر فاكتور المحللة السياسية والأستاذة في جامعة جورجي ميسون شكرا جزيلا لك أهلا بكم مجددا في الجزء الأول من هذه النشرة تناولنا الحدث غير المسبوط في التاريخ الأمريكي إذ يارود ترامب وبايدن على أسئلة الناخبين في ندوتين تلفزيونيتين منفصلتين ومتزامنتين بعد إلغاء المناظرة التي كانت مقررة بينهما اليوم كما سنتطرق في هذه الفقرة إلى انتقاد بومبيو لطوارد تركيا في نزاع قراباق وزعزعت الاستقرار في المنطقة وتجديده الدعوة لاحترام الهدن وإيجاد حل دبلوماسي للصراع فأمله في أن تتمكن أرمينيا من الدفاع عن نفسها إذا أدريبيجان لاحقا نتناول الأرقام القياسية في التصويت المبكر حيث بلغت نحو 18 مليون ناخب حتى الآن وذلك قبل أسابيع من الموعد المهائي في ظل المخاوف من جائحة كورونا انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو تدخل تركيا في الصراع بين أرمينيا وأذريبيجان في إقليم نغورنو كوراباغ واعتبر أن التدخل التركي زاد المخاطر في المنطقة كما أعرب عن أمله في أن تتمكن أرمينيا من الدفاع عن نفسها في وجه أذريبيجان ولم يتضح من كلام بومبيو إذا ما كان يعبر عن موقف لصالح أرمينيا لكنه دعا إلى احترام يوقف إطلاق النار والمباحثات السلمية لوضع حد للنزاع وتحتدم المعارك في إقليم نغورنو كوراباغ بين أذريبيجان وأرمينيا واصل سجال واسع بشأن مشاركة مرتزقة أجانب في القتال وكشفت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية أن تركيا جندت حتى اللحظة نحو 1500 مسلحين من سوريا إلى أذريبيجان مقابل مبالغ مالية تشتد نيران المعارك بين أذريبيجان وأرمينيا حول إقليم نغورنو كوراباغ المتنازع عليه وتتصاعد المواجهات بمزيد من الخسائر البشرية والعسكرية وألاف النازحين يقول رئيس أذريبيجان إلهام علييف إن قوات بلاده قادرة على تحرير أراضيها وإن جيشه دمر معدات عسكرية أرمينية بمليار دولار بواسطة طائرات مسيرة تم شراؤها من تركيا ودول أخرى طائرات تركية من دون طيار ظهرت بقوة في المعارك وشكلت إضافة نوعية لجيش أذريبيجان وفق خبراء عسكريين تتهم أرمينيا جيش أذريبيجان باستهداف مناطق مأهولة مع اندلاع اشتباكات قوية جنوب خط المواجهة بإقليم كارباخ في مؤشر خطير بعد انهيار الهدنة الإنسانية وتحاول روسيا التدخل لحلحلة الخلاف بين أذريبيجان وأرمينيا وتنتظر رد الدولتين بشأن نشر قوات حفظ السلام أو مراقبين مساعن روسية تصطدم بالاتهامات المواجهة لموسكو حول إمكانية تجنيدها لمقاتلين أكراد للقتال نيابة عنها في كارباخ وتكرر سيناريو ليبيا بينما تحذر وكالة الاستخبارات الروسية من تحول نزاع كارباخ إلى حرب مفتوحة تجدب إليها المسلحين من كل الجماعات الإرهابية الدولية وفيما تنفي أذريبيجان لاستعانة بمرتزق أجانب كشفت صحيفة وولستريت جورنل الأمريكي عن أدلة جديدة تؤكد إرسال تركيا مرتزقة من سوريا إلى أذريبيجان لمساندتها ضد أرمينيا وحسب الصحيفة جندت أنقرة نحو 1500 مسلح مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار شهريا لإقناعهم بالقتال في إقليم كارباخ أطلع مساعد وزير القارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكرا المسؤولين اللبنانيين على أجواء الجولة الأولى من محادثات ترسيم الحدود البحرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي واتقى رئيس مجلس النواب نبيه باري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليل جمبلات وبحث معهما مختلف الأوضاع العام والمسجدات الراهنة وسيبقى شانكفي بيروت ثلاثة أيام من إضافية يلتقي خلالها بالإضافة إلى بيريا رئيس اللبناني ميشيل عون بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياه أن السلام يصنع مع من يريد السلام وليس مع من لا يزال ملتزما بالتدمير على حد وصفه وأشار إلى أنه طالما لا يزال حزب الله هو من يحكم لبنان فلا يمكن تحقيق السلام الحقيقي مع هذه الدولة ودع الحكومة اللبنانية إلى استكمال المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية وما قد يكون علامة على توصل إلى سلام حقيقي في يوم من الأيام على حد قوله فيما قال تسفيرة الإسرائيلية لدى مصر أمير أوروان أن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان سيساعد لبنان اقتصاديا بدرجة كبيرة وسيعود بالنفع على الدولتين وسيمكنهما من تشارك الثروات الطبعية وبخاصة الغاز كما وصفت في مقابلة مع الحرة المفاوضات بالخطوة الأولى والمهمة نحو علاقات أكثر استقرارا مع لبنان نموزج كثير مهم أن الوفود الإسرائيلي واللبناني يجتمعوا لأول مرة ولو يتم تخطيط الحدود البحرية الاقتصادية بين إسرائيل واللبنان هذا طبعا سيساعد كثير للاقتصاد اللبناني فلذلك طبعا نحن كثير سعداء على هذا اليوم لا نتحدث اليوم عن تدبيع مع لبنان لكن طبعا هي خطوة أولى كثير مهمة ونتمنى أن بعد تخطيط هذه الحدود تتمتع لبنان من الإمكانيات الموجودة في البحر المتوسط ولي المزيد من التعليق ينضم علينا من نيويورك توني بدران الباحث في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطية أهلا ومرحبا بك معنا سيد بدران الاعتراضات من أمل وحزب الله إلى أي مدى أخذت بجدية من بقية المجتمع والساحة السياسية اللبنانية اعتراضات من حزب الله وحركة أمل كانت مجرد على تشكيل الهيئة المفاوضة وسحب منها شخصية سياسية لكي لا يكون هناك أي نوع من غموض حول أن هذه المفاوضات مجرد تقنية والوفد العسكري المؤلف هو مقرب من حركة أمل رئيس الوفد مقرب من حركة أمل وبالتالي هم ليسوا معارضين للمفاوضات أبدا وهي مجرد لكي لا تطفى أي صيغة أو صبغة على المفاوضات بأنها مفاوضات أبعد من مفاوضات ترسيم حدود تقنية مجرد لغاية لكن هل هي فقط مجرد ترسيم حدود أم أن الأمر نحن نشاهد تصريحات من الجانب الإسرائيلي وكذلك رغبا بني مينتنياهو لأن تكون هذه مقدمة لتحسين العلاقات هل هذا وارد؟ لا من غير الوارد أبدا أصلا بنجمين نتنياهو قال أن لا إمكانية سلام ببقاء حزب الله مع حزب الله سيطرة حزب الله على لبنان وهذا ضقيق والتصريح الآن من السفيرة الإسرائيلية فعلا تصريح تافهة بمعنى أن سعداء بأن يستفيد الطبقة السياسية الفاسدة التي رأسها حزب الله من أي ثروات بحرية قد تأتي من الغاز هذا ليس من المصلحة الأمريكية ولا أظن أنه من المصلحة الإسرائيلية أيضا مسألة الموقف الاقتصادي إلى أي مدى أثرت نحو السعي لهذه الخطوة أظن أن وزارة الخارجية أو البعض في وزارة الخارجية مثل الطاقم الذي يقود المحادثات الآن هم من الطاقم الذي لديها أفكار حول لبنان عاطفية يعني ويريد مساعدة لبنان ولديها أفكار سياسية يعني ساذجة بمعنى أن انقوينا الدولة في لبنان أو حلفائنا في لبنان ولا يقولون من هم حلفاء الولايات المتحدة في لبنان إذ كل الطاقم السياسي في لبنان متحالف مع حزب الله وبالتالي إن سعدنا لبنان على النهوض فهذا سيضعك حزب الله بشكل أو بآخر وهذا كلام شعري وخرافي يعني لا يمتبل إلى الحقيقة أو إلى الواقع بأي صلة مسألة إجراء هذه المفاوضات جولتها الأولى وكذلك تنتظر الجولة الثانية مع عدم موجود حكومة الآن هي حكومة تصريف أعمال إلى أي مدى يؤثر على مصيره وهذا نقطة نقطة واجهة يعني من ناحية لا يؤثر أبدا لأن السيطرة في لبنان هي لحزب الله وبالتالي حزب الله أعطى الضوء الأخضر لهذه المفاوضات وإنما هذا هو المشكلة يعني الولايات المتحدة الآن ليس مجرد أنها تقوم أو حكومة تصريف أعمال إنما هي بالفعل تقوم بنوع من مفاوضات غير مباشرة مع حزب الله في الوقت نفسه التي تقول للحلفاء الأوروبيين أن عليهم أن لا يميز بين جناح سياسي أو جناح عسكري للحزب وأن يدرج الحزب بأكمله على لائحة العقوبات في الاتحاد الأوروبي ولكنها تقود سياستها هي بنفسها بإجراء هذه المفاوضات وها هو ديفيد شانكر يلتقي الآن مع نبيه بر بعد أن في زيارته السابقة قال أنه عمدا لم يلتقي بأحدا من المسؤولين السياسيين لإرسال رسالة بأن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني ومطالبه بالتغيير وهي الآن تلتقي مع رموز الفساد في هذه الطبقة المتحالفة مع حزب الله تفسيرك لذلك هل لذلك علاقة بالموقف من الانتخابات والموقف الإقليمي وغيره مما يدور الآن في المنطقة لا لا مجرد أن فتحت الوزارة الخارجية هذا المسار السخيف والغير مجدي مع لبنان قبل أسابيع من الانتخابات وفي ظنها بأنها ستتمكن من اقتلاع نوع من انتصار ديبلوماسي سريع ويساعد لبنان وإلى ما هنالك من تفاهات والآن أوقعت نفسها في فخ مسار ديبلوماسي قد استثمرت فيه من رصيد السياسي والطاقم المفاوض بقيادة ديفيد شانكر ووزارة الخارجية وها هي الآن مجبورة على التعاطي مع الفريق الذي يدير هذه المفاوضات في لبنان وهو من حزب الله عبر نبيه بري توني يبدو أن لديك انتقادات كثيرة على هذه الخطوة لو بالإمكان أن تفندها في هذه النقطة تفضل نعم مصلحة هذه المفاوضات لا تقدم أبدا أي مصلحة أمريكية أبدا بتاتا هي يمكن القول بأنها قد في المستقبل قد تساعد لبنان اتصاديا إنما ليس الآن لأنه ليس لديه بنية تحتية ولم يستخرج أي غاز ولم يصدر أي غاز والسوق أصلا هي مليان سوق غاز وبالتالي هذه مستقبلية إنما لماذا من مصلحة الولايات المتحدة أن تساعد لبنان تحكمه طبقة سياسية وحزب الله يتحالف معهم وهي في نفس الوقت تريد تقويد هذه الطبقة وفرض عقوبات عليها وتقويد حزب الله وهي تقول بأن يعني لا نريد أن يعترف أحدا بتنييز بين الجناحي حزب الله المزعومين السياسي والعسكري وهي الآن تستثمر سياسيا في سياق سيطرة حزب الله لكن ألا يمثل هذا الانتقاد أيضا إضعافا لموقف حزب الله الذي يقول أنه يواجه هذه الطيارات وهو يسعى في النهاية إلى وسطتها والوصول إلى حل معها هذا كل حديث شعري هذا لا يؤثر الحزب الله سيقول في نهاية الموقف في نهاية المطاف بأن حزب الله بأن إسرائيل أجبرت على الانسحاب أو أعطاء لبنان حدود أو جزء من حدود البحرية على الأقل وعودة مع عودة ربما إلى ترسيم الحدود البرية الذي هي مشكلة أكبر بكثير يعني وقد تقود السياسة الأمريكية بشكل أكبر ولن تنسحب على سبيل المثال إسرائيل من مزارع شبعة لأن السياسة الأمريكية أصلا لا تعترف بلبنانية مزارع شبعة بالأساس السياسة الأمريكية تعترف بأن مزارع شبعة هي جزء من الجولان وقد اعترفت الآن هذه السنة بأن الجولان جزء من إسرائيل انتهت المسألة بالنسبة للولايات المتحدة. وبالتالي فتح مسألة الحدود البرية عبر المسار موازي لهذا المسار سيعود حتى ان ذهبنا مع هذا نوع من النقاش أو الجدال بأن هناك سردية لحزب الله ستضعف الآن. لن تضعف لأن الحدود البرية ما زالت قائمة. وحزب الله يستطيع أن يقوم بزرائع جديدة. مثلا الآن في سوريا. هو يقول إن ضربنا في سوريا سنضرب في إسرائيل. ما دخل سوريا بلبنان. أنت ترى أن حزب الله وحلفائه مسيطرون في هذه اللحظة على الطبقة السياسية. وفي نفس الوقت تلوم الإدارة الأمريكية لتواصلها مع من من الممكن أن تتواصل الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة مع غياب حكومة ومع هذا الموقف السياسي الداخلي في لبنان. ليس من الضروري أن تتواصل مع أحد. ما هي المصلحة الأمريكية هنا في هذا المسار القائم؟ لا يقدم هذا المسار أبدا. أي مصلحة أمريكية أي مصلحة. بتاتا. يعني إن استفقنا غدا وكانت وفشل هذا المسعى. ماذا ستتأثر السياسة الأمريكية أو المصالح الأمريكية في المنطقة؟ صفر. ليس لديها أي تداعيات بالخالص على السياسة الأمريكية. افتعل طاقم في وزارة الخارجية هذا المسار بطريقة ساذجة. وظن أنه سيحصل على انتصار ديبلوماسي سريع. ويبيعه بأنه سيفيد الشعبين اللبناني والإسرائيلي. في الحقيقة هو حتى على إسرائيل إنعكاس هذا الاتفاق. إذا تم الوصول إلى الاتفاق على إسرائيل. هو تصيف جدا. لأن إسرائيل تستخرج الغاز وتصدر الغاز. ليس لديها أي مشكلة في هذا المجال. المستفيد الوحيد هو أن الآن الشركات الفرنسية والإيطالية والروسية المستثمرة في لبنان ستستطيع الاستثمار في مناطق حزب الله. وفي هذا الطاقم السياسي الفاسد القائم. هذا هي الخلاصة. شكرا لك توني بدران الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. كنت معنا من نيويورك. شكرا. أكد وزير الدفاع الأمريكي ماركاسبر أن القوات المسلحة جاهزة للقيام بأي مهمة فورا ومستعدة لخوض حرب والانتصار فيها. وأضف أن التركيز تحول بعد عقدين من الحروب ضد المنظمات المتطرفة إلى منافسة منافسة قوى عظمى متمثلة في الصين وروسيا التي تواصلان محاولة تقويد الأعراف والقواعد الدولية بما يتناسب مع ماصر حيما الخاصة. كلام وزير الدفاع جاء في ندوة نقامتها مؤسسة هيرتج حول أهوزية القوات المسلحة. وقعت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع شركة جانرال الأمريكية لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقديم مساعدة في القطاع الصحي. وحزب بيان المشترك فإن الاتفاقية تهدف لتخفيف تحديات الطاقة والرعاية الصحية وتتضمن بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة وتحديث المحطات الحالية. لأسيما في مناطق الصراع السابقة. فيما شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على أمية الاتفاقية ومساهمة الشركات الفعالة في نمو الاقتصاد السوداني وتطوره. أهلا بكم مجددا. يدلي ناقبون أمريكيون بأصواتهم في تصويت مبكر تتيحه عدد من الولايات قبل الموعد الرسمي المقرر في الثالث من الشهر المقبل. أيها من بين هذه الولايات التي بدأت لانتخابات المبكرة فيها الأسبوع الماضي. قصد إقبال شديد على صندوق الابطراع. ويقول المراقبون أنه ناجم عن تداعية تفشي فيروس كورونا وتجنب زحام الناخبين في نوفمبر. وتشير أرقام رسمية إلى أن نحو 18 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زار الولايات الأربعاء ضمن حملته الانتخابية. وعلى المزيد ينضم إلينا من جورجيا موفدنا رابح في الآله. أهلا ومرحبا بك رابح. ما هي الأجواء لديك؟ كما ذكرت محمد الأجواء هنا كلها تتعلق بهذه المشاهد الغير مسبوقة. عندما نتحدث عن التسوير المبكر في هذه الولاية. هي واحدة من الولايات التي تسجل أرقاما قياسية. عندما تحدثنا في الساعات الأولى من وصولنا إلى أطلنطا. تحدثنا إلى الناخبين عن سر هذا الإقبال المتزايد في الأيام الأولى. اليوم الأول لوحده فقط. على مستوى ولاية جورجيا سجل ما يزيد عن 128 ألف من المصوتين بشكل مباشر. هذا بالإضافة إلى التصويت الغيابي والتصويت عن طريق البريد. الأمر هذا الذي خلق نوع من ردات الفعل المتصادمة بين الحزبين. الديمقراطيون الذين تحدثنا إليهم في هذه الولاية. يعتقدون أن هذا الإقبال المتزايد راجع بالأساس لعمليات التحفيز التي أطلقوها خلال الشهور الماضية. وهي التي حركت قواعدهم في هذه الولاية وجعلتهم يقبلون على هذا التصويت من مختلف الخلفيات العرقية والفئات العمرية. هذا عامل. هناك عامل آخر يقول به الجمهوريون. الجمهوريون يعتقدون أن هذه الولاية بالإضافة إلى الولايات الجنوبية هي مساحة تقليدية للحزب الجمهوري. وأن هذه الولاية هي بالضرورة تصويت للحزب الجمهوري عبر كامل تاريخها السياسي. لكن الذي تغير في هذه الحملة بالتحديد مثلا. الذي يحدث الآن أنه سواء على مستوى مقاعد الكونغرس أو على مستوى بطاقة الرئاسة. هناك تقدم واضح بالنسبة لعمليات استطلاعات الرأي بين قوسين المتوفرة حتى الآن. في بعض الحالات الأمر متير للقلق عند الجمهوريين. لذلك يقول هؤلاء أن المسألة الآن تحتاج إلى إعادة تنشيط وإعادة تحفيز. ولذلك يتوقع أن يصل إلى أطلنط غدا مساء في ساعات ما بعد الظهر. الرئيس دونالد ترامب لتنشيط تجمع انتخابي العنوان الأساسي لهذا التجمع الانتخابي. هو الحديث عن التنمية الاقتصادية للأقليات بصفة عامة. وللأمريكيين الأفارقة بشكل خاص. بإضافة لأن المعروف هنا على الأقل في ولاية جورجيا. أن العنوانات أن العنوان البارزة للانتخابات تتعلق أساسا بقضية أزمة كورونا. كما هو الحال في بقية جهات البلاد. خاصة وأن هذه الولاية هي واحدة من الولايات أيضا التي تسجل عودة محسوسة وقوية لنسبة ارتفاع الإصابات بين مواطنيها منذ أسبوعين. على الأقل إضافة إلى القضية العرقية التي تعتبر واحدة من القضايا الأساسية في الولاية. خاصة في ظل مشاهدته من سلسلة مظاهرات متجددة طيلة الصيف الماضي. والمسألة الثالثة محمد وهي أيضا القاسم المشترك بين كافة الأمريكيين. وهي مسألة الاقتصاد والمخلفات التي تركتها أزمة كورونا على حياة الناس وعلى الأعمال في هذه الولايات. رابح الجزء الأولى المتعلق بتأثير كورونا. هذه الصفوفة الطويلة للتصويت التي جاءت بعد التخوفات والإقبال الكبير على تصويت المبكر تخوفا من كورونا. هذه الصفوفة الطويلة كيف تتم الإجراءات لمنع الإصابات ما بين الناخبين في المدن والولايات التي تجولت عليها حتى الله أخبر؟ بالفعل محمد سواء نحن نعبر هذه المحطة الثالثة في هذه الجولة الانتخابية التي نقوم بها في ولايات الجنوب. بعد كارولاينا نورت كارولاينا ثم ساوت كارولاينا نصل اليوم إلى جورجيا. الملاحظة وهذه الصفوف الطويلة في جورجيا عندما تحدثنا إلى سلطات الانتخابات في هذه الولاية. كشفوا لنا أن الأمر يعود إلى سببين. السبب الأول هو رغبة الناس في التصويت المبكر. هناك تحفيز سياسي بكل تأكيد. هناك آخرون عندما تحدثنا إليهم أيضا يقولون أنهم يفضلون الحضور بأنفسهم. لأن لديهم بعض التحفظات عن طريق عملية التصويت عبر البريد. يقولون أن واحدة من الأسباب هو حرص الناس على تجنب الزحمة المرتقبة أو الطوابير الطويلة المرتقبة يوم الانتخاب. ولذلك يفضلون أن يستقطعون وقتا مبكرا والحضور إلى مراكز التصويت قبل موعد الانتخابات. أي بمجرد افتتاح مراكز التصويت المبكر في هذه الولاية. هذا رأي. هناك رأي آخر من يعتقد أن عملية التباعد بين المصوتين. أي ستة أقدام مسافة الأمان الموجودة الآن في أزمة كورونا. هي التي جعلت هذه التوابير تمتد أحيانا في بعض المراكز إلى مسافة خمسة أميال من الناس. وقوف في شوارع المدينة والطرقات المحيطة بمراكز التصويت. هذا سبب آخر. وهناك سبب آخر يقول به المصوتون. عامة أنهم الآن يشعرون أن كل الذي حدث خلال أزمة كورونا سواء على المستوى المعالجة الإدارية للأزمة أو المعالجة الاقتصادية أو المعالجة الصحية. جعل كل هؤلاء الآن يتحمسون إلى الضرورة المشاركة في هذه الانتخابات. لأن المسألة لا تتعلق فقط بالجانب الصحي. ولكن تتعلق بانعكاسات شاملة على حياتهم. ولذلك يعتقدون أن أول خطوة يمكن أن تتخذ في اتجاه معالجة هذه الأزمة. هو التعبير عن موقف سياسي سواء في صف الإدارة الموجودة حاليا أو في صف المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الشهر المقبل محمد. من جورجيا مفادنا رابح فلالي. شكرا جزيلا لك. حددت لجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي. رسميا موعد التصويت للموافقة على ترشيح القاضية إيمي كوني بارت للمحكمة العليا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. ما أثر اعتراض كل عضاء الحزب الديمقراطي. الذين طلبوا بتعجيل التعيين إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة. بعد سلسلة من جلسات الاستماع للقاضية إيمي كوني بارت والتي استمرت أربعة أيام ولساعات طويلة. أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السيناتر لينزي جرام أن موعد التصويت النهائي للموافقة على مرشحة الرئيس ترامب لعضوية المحكمة الدستورية العليا سيكون في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. واحتج الديمقراطيون على الإجراء السريع قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الثالث من نوفمبر لكنهم عاجزين عن إيقافه. أذكر الأصدقاء والأشخاص الذين يشاهدوننا في منازلهم أن هذا ليس طبيعيا لا ينبغي أن نكون هنا الآن ونحن في حالة وباء وهناك الكثير من المرضى وهناك الكثير من الناس يصوتون في الانتخابات ومع ذلك نحن هنا عالقون في جلسة الاستماع هذه. أما أعضاء الحزب الجمهوري وهم الأغلبية في مجلس الشيوخ فيرون أن التصويت دستوري ولا مجال لتأجيله. يشير التكافؤ المزعوم بين الاستجواب الجمهوري والديمقراطي هنا وكأن الجمهوريين يحاولون إقناع القاضية إيمي بالانتزام بنتائج سياسية معينة وأنا لا أرى ذلك على الإطلاق. القاضية بيريت رفضت مراراً وتكراراً الإجابة على الكثير من الأسئلة قائلة إنها لا تريد الانخراط في الشأن السياسي. حسناً سناتور كلوبوتشار كل هذه الأسئلة التي تسألينها كما لو أن لدي مصالح معينة أو كأني أبرمت صفق ما مع الرئيس. وهذا لم يحدث على الإطلاق. ناقشت الجلسات لساعات طويلة آراء القاضية إيمي المتعلقة بالإجهاض وحمل السلاح وزواج المثليين. لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي رد مفصل ما أثار غضب كثير من الديمقراطيين. ثلاثون ساعة من جلسات الاستماع شهدت احتجاجات الديمقراطيين على آراء القاضية بيرت فضلاً عن توقيت تعيينها. كما شهدت دفاع الجمهورين عن حقهم في التعيين مدام ذلك دستورياً. وإذا تم التعيين فستصبح الغلبة للأعضاء المحافظين في المحكمة العليا بنسبة ستة إلى ثلاثة. عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن. كشف مقال مثير للجدل حول ابن المرشح الديمقراطي لرئاسة الأمريكية جو بايدن الموقف الصعب. الذي يواجه موقع فيسبوك وتويتر قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية. مع تنديد الجمهوريين بما رأوه انحيازاً واحتجاجاً على الرقابة. فيما دافع تويتر عن حجبه للمقال. وشكك الديمقراطيون في نزاهته وصدقيته. أما الجمهوريون فاتهموه بالانحياز وعدم الشفافية. المعركة الانتخابية التي ازدادت ضراوة وحدة تنتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي. وتشعل موقع تويتر بعاصفة من الانتقادات. التي طالته بعد حفه مقال نيويورك بوست. الذي نشر رسائل إلكترونية تزعم أنها من البريد الإلكتروني لابن المرشح الديمقراطي جو بايدن. وتدينه بالفساد الذي طالما اتهمه به الرئيس الأمريكي دونالد ترامبا. مطالبا بفتح ملفات الفساد في فترة إدارة الرئيس أوباما. موقع تويتر الذي أكد أن عملية تاحت في مقال نيويورك بوست. وكل الروابط والتغريدات التي روجت لها. جاء بناء على كون القصة انتهكت سياسة المواد المخترقة. التي تمنع توزيع أي محتوى تم الحصول عليه من خلال القرصنة. التي تحتوي على معلومات خاصة أو أسرار تجارية أو تعرض الأشخاص لخطر الأذى الجسدية. وإن الموقع لا يرغب في تشجيع القرصنة عبر السماح بنشر وثائق يتم الحصول عليها بشكل غير شرعي. كما عزا عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك سبب حجبهما روابط المقال إلى أن مصدر المعلومات التي يتضمنها هو في نظرهما موضع شك. تبريرات تويتر وفيسبوك على ما يبدو لم تلق ترحيبا من المعسكر الجمهورية. الذي وصفها بالانحياز لمعسكر الديمقراطيين والانتقائية. حيث قوبلت بعاصفة انتقادات واسعة. ففي الوقت الذي وصف فيه الرئيس ترامب عملية حطف تويتر للمقالة بأنه أمر فضيع للغاية. انتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مقنال رد تفعل تويتر شاجبا وجود ما وصفه بشرطة الخطاب في البلاد. ملوحا باستدعاء الرئيس التنفيذي لموقع تويتر إلى الكونغرس. أظهر مؤشر الطلبات الجديدة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات ارتفاعا غير متوقع الأسبوع الماضي. وصل إلى نحو تسعمائة ألف طلب. وفق بيانات وزارة العمل. وبحسب تقرير الوزارة فأن هذه الزيادة هي الأسوأ منذ منتصف شهر أوصصا ماضي. ونشر التقرير وسط احتدام الخلاف بين مشارعين ديمقراطيين وجمهوريين المصادقة على قانون لتحفيز الاقتصادي. هذه الأرقام والمعطيات لا يتمنىها أي مسؤول في الإدارة الأمريكية الحالية خاصة رئيسها دونالد ترامب الذي يعتبر الأداء الاقتصادي أحد أهم أوراقه الانتخابية القوية التي يرى أنها سترجح كفته على منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل. أحدث بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية تظهر أن الطلبات الجديدة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات سجلت ارتفاعا غير متوقعا لأسبوع الماضي وصل إلى نحو 900 ألف طلب. الزيادة المفاجئة هي الأكثر وحدة للطلبات الأولية المعدلة موسميا منذ شهرين وبالتحديد من منتصف أغسطس الماضي ويتزامن هذا الارتفاع مع محاولات الولايات المتحدة التعافية من موجات التسريح الجمعي للعمال بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا. تقرير وزارة العمل الأمريكية يأتي وسط احتدام الخلاف بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن للمصادقة على قانون للتحفيز الاقتصادي يسمح بتقديم المزيد من المساعدات. وذلك بعد انتهاء صلاحية قانون كارز الذي أقر في مارس الماضي وتجاوزت ميزانيته حاجز تريليوني دولار. أرقام البطالة رغم أهميتها البالغة لكنها لا تمثل بالضرورة مجملة حركة الاقتصاد الامريكي الهائل. فقد أظهرت بيانات منفصلة من فروع مجلس الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية استمرار انتعاش التصنيع بعدما أدى الإغلاق إلى الشل الانتاج الأمريكي هذا العام. غير أن خبراء أكاديميين يحذرون من أن استمرار تفشي فيروس كورونا على نتاق واسع في الولايات المتحدة قد يقيد تعافي الصناعة المحلية إلى أن يتوصل المعنيون لحل صحي حاسم لجائحة عالمية تقترب من دخول عامها الثاني. قدمت الولايات المتحدة عرضا للاتحاد الأوروبي بشأن تسوية نزاع مع شركة إيرباس عملاق صناعة الطائرات الأوروبية. العرض يتعهد بدعم طويل الأمد للشركة وتصفير الرسوم المفروضة على المشروبات الروحية وغيرها من المنتجات في حال سددت الشركة مليارات الدولارات التي تلقتها كدعم حكومي في أوروبا. مصدر قريب من وزارة التجارة الأمريكية قال إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على هذا العرض لحل أزمة مستمرة منذ 16 عاما. تستمر الحرائق في جبال روكي بولاية كولورادو وسط مخاوفة من صعوبة السيطرة عليها بسبب قوة الرياح. أما في كاليفورنيا فيعاني عشرات الألاف من قطاع الكهرباء إثر مخاوفة من موجة حرائق جديدة في ظل موجة حر تضرب الولايح. إحدى حرائق الغابات في جبال روكي باتت الأكبر في تاريخ ولاية كولورادو الأمريكية. فالحريق في قمة كاميرون الذي دفعته الرياح القوية أجهز على أكثر من 250 ميلا مربعا في شمال الولاية. ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشكل الهواء الجاف والرياح القوية تحديا لرجال الإطفاء في عطلة نهاية الأسبوع. أما في ولاية كاليفورنيا فيعاني نحو 50 ألف شخص من انقطاع الطيار الكهربائي بسبب موجة حر تزيد المخاوف من جولة جديدة من حرائق الغابات. وتستمر التحذيرات من الطقس الحار والجاف والرياح حتى يوم الجمعة. حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 55 ميلا في الساعة في منطقة خليج سان فرانسيسكو وأماكن أخرى في الجزء الشمالي من الولاية. واندلع حريق جديد فجر يوم الخميس قرب مدينة ريدلانس جنوبي كاليفورنيا. لكن رجال الإطفاء استطاعوا محاصلة 30% من الحرب. المخاوف من النيران المندلعة يترافق معها أخرى تتعلق بالتلوث. مخاوف تعود وفق تحليل أجرته وكالة Associated Press لبيانات مراقبة الهواء الصادرة من الحكومة كشفت عن تعرض أكثر من ثمانية ملايين شخص إلى مستويات تلوث خطيرة من جراء الدخان المنبعث من حرائق الغابات في الساحل الغربي للولايات المتحدة. وعانت المدن الرئيسية في ولاية أوريكون الشهر الماضي من مستويات تلوث هي الأعلى على الإطلاق بعد أن أشعلت الرياح القوية الحرائق في المناطق النائية ووصلت دخان إلى بورتلاند ومدن أخرى.